نكلم عن الرياضة شوية والحركة بركة كده وكابتن طلعت النهاردة من جرفنا ومنورنا اهلا وزهلا حبيب يا شريك كل سنوات طيب الاول او با عندي 47 سنة طلعت ده الصغير ده رقم يعني العمر ده رقم او والله اسمع مني بس اسمع مني لك انت عايت لما تمت الثلاثين بس هو رقم طيب الثلاثين دي تمت الثلاثين ده من اول يعني ليه مش فاكر ايه اللي حصل انت العدد قلب عندك باقي الثلاثين تخير وانت عبايبي بقى بتعيب مرادك النهاردة لا بجد او يا حياتي 23 سنة 24 سنة يا حياتي انتو تقولولي ابي ابي شريك الاحساس اختلاف والله لما تمت الثلاثين ده يا شكاة يعني فيه يعني فكرك للحياة نفسه بقى مختلف اه بما تمت الاربعين بقى احلى اما مختلف تماما خمسين كمان ثلاث سنين او دي ربنا دينا العمر ربنا ديك الساعة طلط العمر الاخمسين ده احسن انت عارف كده واقور بس انا عمري ما هبقى واقور احسنة محبش الوقار اه 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 احبش الحاجات اللي هي كلها كنت عند الرجل بحلق من كم يوم فلقيت واحجيب بقى الموس ويوه دي حدد هنا هو الجناب قلت له انا محبش ايه كل حاجات اللي بتتسنتفى اه 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 انتو بتحبوا طبعا تسنتفى نفسوكوا بس انا مقدارش عامل كده لا بس هو يعني هو اللي يدعوه بان انت تبقى لا انا مقدرش نبس على المراية هيلاقي ان انا متسدف فاهمت زي وهنا خط نفس الخط هنا يعاندي بسا ربنا خلقني عندي سالف ادخل من سالف خلاص هو خلق حسب ما في حاجات ينفع تتهندم وفي حاجات عادي يا شريفي يعني سالف وسالف دي دي ممكن تتضبع ايه اسموا ايه سالف سالف اه سالف وسالف انت بالبونيتين اللي انت عامله ده تسكت خارج بمننا رجعنا بقى المدرس هنتكلم عن اللانش بوكس اه بص انا عندي مشكلة شوية في حتة دي طبعا انت عشان عندك ابنك فهتتكلم انت بتعمل ده حوار اللانش بوكس ده انا هكون ده بناخد في سان ده سان ده وتشات في كيس ابيض واخلصنا من القصة دي طب كواسي انا في كيس ابيض مش برقة جورنال ما فيه ناس بتلف الاكل العيال ده صعب ورقة جورنال والجورنال ده بقى كلها الرصاص وبتاع الجرائد ما تفهمش ايده كانت فين ومسك الجورنال والجورنال بعد كده بتحطوه على الارض وبساعات بتدوسوا عليه يعني كلها وفيه ناس بتاخدوا الجورنال تقرأ في التويلات وبعد كده بتاخدوا التلف فيه السمشات للعيال يعني حاجة تقرف بصراحة مش فاهم ازاي بص قصة اللانش بوكس قصة اللانش بوكس انا شايف انه احنا عشان نخلي صحة اولادنا احسن احنا اللي بنتحكم في ده مش حد تاني يعني انا شفت بوست كده حد كان منزل حاجة على الفيسبوك معارفش هو الموضوع هزار ولا جد حد منزل صورة لانش بوكس وحطة فيه محشي وبتقوله هو الكمية دي كافية لطفل ولا لأ في المدرسة اقسم بالله يعني ده ممكن يكون هزار مش هزار يعني بس انا فكرت في الموضوع قيس على ده حاجات كتيرة جدا ممكن اصدق ان في ناس يعملوا كده ممكن ده وارد بقولك انا معرفش هي ممكن تكون وجهة نظارها ايه بس انا شايف انه انه في حاجات كمقياس يعني الاكل مش مهم محشي في حاجات كتير او ممكن تاخد في المدرسة مش صحية تماما انتعارف احنا كان عندنا حاجات انواع ساندويتشات في مدرساتنا ممنوع اني نحن جيبها المدرسة زي ايه يا ممنوع على اصلا حد يجيب ساندويتش كفتة مثلا اوكي اه متحدد لك حاجات ساندويتش مربة اه جبنا بيضة جبنا رومي اه اه حلاوة احنية حاجات زي كده بس ليه بقى لانت ممكن يبقى عندك طالب تلميس في الفصل عنده المقدرة انو يجيب ساندويتش كفتة اه هم وتلميس تاني ما حتة العنصرية أو حد فيه معه ومعهوش فلازم كلنا نبقى شوه بعض صح حتى في الأكل صح دي فكرة حلوة بس أنا بك يعني خلينا نتكلم بقى لان شباكس بقى فيها اه احنا بنكونترول بقى من البيت من البيت ان احنا نأكل ولادنا حاجة صحية أو لا بص احنا يعني ان احنا بنضرب بيجينا أطفال من سن ست سنين لغاية سبتاشر سنة زي ما تكلمنا قبل كده يعني أنا بيصعب علي انه طفل في عمر مثلا ثمان سنين وزنه زيادة شوية مش قادر يواكب حياته كطفل يلعب كورة او او يجري مع صحابه او كده بلاص ان الأطفال في السن ده ما بيعرفوش يميزوا في انه هو ما ينفعش يقول له انت تخين او لا فده ممكن يسبب له ضرر نفسي يعني حتى ما تيجي تتكلم انت مع طفل انه أنا عايز اخسسه انا مش اخس انا اصلا كده كده تخين هو خلاص بقى في دماغه انه هو يعني انا ده بقى عيب فيها عيب قاتل فيها فانا شايف من وجهة نظر الشخصية انه الاب والام هما اللي هم دعوا بالكنترول ده لسبب مهم جدا الاطفال ما بيعرفوش يتحكموا في مشاعرهم او يتحكموا في انه هما يعملوا كنترول كضايت او انه هو ياكل او ما ياكلش ايه ماهش هيعرف فالاب والام هما المسئولين عن انه هما يختاروا نوع الاكل ليدخل البيت عشان طول ما الحاجة اللي مش صحية قدامه غصب عنه هيكل اكتر حاجتين اللي بيتخنوا لاي حد حتى سواء كبار او صغارين هو الجونك فود او اللي هو الفاس فود الحاجات المعجنات او الحاجات السويتس لا استنى بس الجونك فود احنا فهمينه وحنا فهمينه الناس اللي هي الحاجات اللي انتو بتجيبوها ديليفري سألها همبرجر بقى والبيتسا والحاجات اللي عليها مواد كتيرة قوي بزرق بتتخن الاطفال بس المعجنات ما لها المعجنات كتر الباتي والكراسون والعيش لا بس انا خلينا نتكلم كتدرج للحاجات الصحية احنا بنتكلم مثلا لو انا عندي ممكن اكل عيش فينو او ممكن اكل عيش بني تمام طبعا احسن العيش بني مش العيش الفينو لانه هو فيه سعرات حرية عالية جدا بتتخزن اكتر كل اللي عيش لما يبقى لونه ابيض كله مش حيكون صحي بالزبط كده العيش البلدي افضل بكتير جدا من الفينو والعيش الشامي بس خلينا الحاجات البنيات افضل زبط كده الحاجات البني دي افضل كتير بالزبط كده الحلويات انا مينفعش اكل ابني كل يوم حلويات خليها مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع مينفعش الحلويات تفضل متاحة دايما قدام ابني في البيت لازم يكون هو عارف ده كساس انت عارف ان اصلا اول سنتين من عمر العيل مش مفروض ناكله اي حاجة فيها سكر نهائي لان هو لو عدت اول سنتين ما اكلتوش اي حاجة فيها سكر بعد كده هو مش هياخد من ياكل سكر اذا حاجة كان على حاجة ابني لما تولد كان تخين شوية وفي اول فترة اللي هو السنة ومص مثلا وزنه لما نروح نقيسه يعني ازيد من المعدل الطبيعي للطفل فبدأ اي اكل الدكتور كتب له على بطاطس وحاجات زي كده بطاطس؟ بطاطس مسلوقة اه مش فقدر دكتور بص بعد اذنك انا عندي فوبيا شوية من ان ابني يطلع يعني زيادة في الوزن فبعد اذنك اكتب له الحاجات الصحية وفي نفس الوقت تفيده وبس مايتخنش يعني انا مراتي وامي في البيت لقيتهم هم مش متقبلين الفكرة دي انا شايف ده صح بالنسبة لطفل اكتر طب دكتور سمعي كلامك؟ اه ده حقيقي طب كايس ده حقيقي الموضوع احنا اللي بنكونترول عليه مش هما طب تعال نشوف كده شكل لانش باكس اللي انت جايبه؟ اه وارونا كده لانش باكس وارونا صوت نختار العناصر الغذائية لو احنا كده حطنا له طفحاية موزاية اه علبة عصير اه علبة لبن طبعا الخيار عشان الاملاح اه او البيتامينز الموجودة اه يكون العيش زي ما قلنا يكون بوني طب ده ساندويتش ايه ده؟ حطه زي ما انت ما عايز بوس خلينا نتكلم في منتجات القلبان زي ما انت ما قلت ده افضل بكتير جبن جبن البيضة او الجبن الرومي او الجبنة لا الجبنة الرومي دي ممنوع عشان؟ عشان فيها فورمالين دي من اكتر حاجات بدي بانسرش لا دي المعلوم دي مش عندي دي كواسر والتهاري يا انا منعت اكل الجبنة الرومي طول حياتي فورمالين دي دي جديدة بالنسبة لي طيب الجبنة هي احسن جبنة ممكن تقولها هي الجبنة القريش طبعا طبعا انت عارف قصلا الجبنة القريش هو برا عن ايه؟ اه في حاجة دي بصنوعين ببروتين بروتين هات اللي هي زي الفراخ والسمك والكلام ده وفي نوعه تاني اسمه كازين كازين ده الامتصاص بتاع البروتين العادي سواء الفراخ او كده من اربع ساعات لست ساعات جسمك بيمتصها ده الماكس مامليه البروتين بتاع الكازيني اللي موجود في الجبنة القريش بيقعد من 8 ساعات ممكن 10 ساعات في الجسم فاستفادتك للجسم او الجسمك بيستفاد من الجبنة دي بشكل اكبر تمام؟ طيب انت كده قلتنا اللانش بوكس فيها ايه؟ تمام التفاصيل احنا عشان الوقت طيب جميل يلا عايزين اه هنعمل الرياضة بتاعتنا اللي لاحظة بنعملها التفكيزي كام؟ انت هتلعب لي عضلتك يا عم مغربي في ايه؟ ووو ده كانوا من شوية بيعملوا شو حلو قوي في الفاصل قعدوا كده يمتحف بعضهم هيعملوها دلوقت طب هيعملوا ايه؟ بص احنا استانوا وتعملوش حاجة خلينا بس نفس الحاجة انه اللي احنا بديتكلم فيه الكلام ده حاجة ده مش اطفال دكبار ده مش اطفال ده كبر في البيت طيب بس مين هيعمل الحاجات السهلة ومين الصعبة؟ حسيم هيعمل الحاجات الصعبة ارفع ايدك يا حسيم حسيم هيعمل الحاجات السهلة الصعبة حسيم هيعمل الحاجات الصعبة ومغربي هيعمل الحاجات السهلة يلا مازيكا اشتركوا في القناة 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 عايز اقولكم في الفصل عملوا الحركة الاخرانية دي دمخهم ده خلت في بعض لا أنا أعرف أستر على حد كنت سطرت عليه أقول لا الله يبارك لك أجبك رائبت على المسيحة هنا مرسيها طالعة شرفتونا ورثاني مرسي كابتن مغربي مرسي كابتن موسيم نورتونا وشرفتونا طب نسمع أخنية سريعة جدا وبعد كده نرجع لكم مع دينا نصير مزيك شكرا